موسيقى أسعد الله وقاتكم مع عزيزي المشاهدين حلقة جديدة من حديث الصحافة نبدأها من ترك بريس حيث عنونت رئيس أردوغان يستقبل وفدا من الصحفين السوريين في قصر يلدز استقبل رئيس تركيا رجب طيب أردوغان الجمعة وفدا من الصحفين السوريين في قصر يلدز بمدينة اسطنبول ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مصادر في رئاسة الجمهورية التركية أن أردوغان ألقى خلال اجتماعه بالصحفيين السوريين كلمة لخص فيها الدعم الذي قدمته بلاده تجاه المأساة السورية وألفت الرئيس أردوغان في كلمته لأن المأساة التي تشهدها سوريا تؤثر على المنطقة برمتها بل على العالم كله مبينا أن التنظيمات الإرهابية التي تتغذى من أزمة المنطقة تشكل خطرا كبيرا أيضا إلى جانب الظلم الذي يطبقه النظام السوري تجاه الشعب وبالانتقال أعزائي المشاهدين إلى أوريانت نيت هذا ما قاله بشار الأسد لبوتين عندما طلب منه الأخير التنحي قام الجنرار إيغور سيرجون مدير الاستخبارات العسكرية الروسية بزيارة لبشار الأسد لإبلاغه رسالة من حاميه الدولي الأهم فلاديمير بوتين مفادها عليك التنحي جانبا لكن بشار الأسد رفض ذلك ولم يأتي رفض بشار مصحوبا بردة فعل عنيفة أو احتجاج على الطلب الروسي أو تهديدهم بل برر رفضه للروس بأنهم لن يجدوا أفضل منه ليحافظ على نفوذهم في سوريا حيث قال لزائره بوضوح لا مستقبل لروسيا في سوريا إلا ببقائه رئيسا كأن النظام يعلم أن الروس وسعيا منهم لاحتفاظ بالملف السوري حاولوا البحث عن بديل علوي عن بشار الأسد ولذلك قام بشار بالقضاء على أي منافس ويرى المراقبون أن هذا التسريب الجديد لا يمكن فهمه بمعزلين عن تسريب الاتفاقية السرية التي قام بها الإعلام الروسي التي قام الإعلام الروسي بتسريبها بكافة بنودها حيث ظهر بوضوح أن نظام الأسد تنازل عن أبسط مظاهر السيادة فالوجود الروسي غير محدود زمنيا وعناصره محصنون من الملاحقة خارج أي سلطة إلا سلطة موسكو يذكر أن موسكو نفت على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ما تناقلته وسائل الإعلام من أنباء حول قيام بوتين بعرض الاستقالة على بشار فيما لم يصدر أي موقف من قبل النظام موسيقى وبالعودة أعزائي المشاهدين إلى تورك بريس مسؤول تركي سيطبق قانون الحد الأدنى لأجور العاملين في تركيا على السوريين أفاد النائب البرلماني في صفوف حزب العدلة والتنمية الحاكم في تركيا حسين شاهين أنه لن يتم تشغيل اللاجئين السوريين الحاصلين على إذن العمل في تركيا بأقل من الحد الأدنى لأجور العاملين الأتراك وأنه متمثل بألف وثلاثمائة ليرا تركيا وجاء تصريحات شاهين هذه أثناء لقائه بعدد من الصحفين في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة حيث أكد بأن اللاجئين السوريين الذين سيحصلون على إذن العمل وفقا للقرار الأخير الصادر بهذا الخصوص سيتمتعون بنفس الميزات والخائص والرخص التي يتمتع بها العامل التركي من ناحية الأجور والاستفادة من الخدمات الاجتماعية المقدمة من قبل الدولة كما أضاف النائب البرلماني أن على السوريين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة والراغبين في العمل بمجالي التعليم والصحة مراجعة الجهات المعنية للحصول على موافقة مزاولة العمل وتشترط وزارة الداخلية عدم تجاوز نسبة العمال السوريين في أماكن العمال 10% من مجموع العمال الأترك وبالانتقال أعزائي المشاهدين إلى الحياة اللندنية كيري يضغط على حجاب اليوم لحل عقدتي تمثيل العسكر والأكراد استبدال رئيس الوفد العميد المشق أسعد الزعبي وكبير المفاوضيين محمد علوش أحد قارج جيش الإسلام بشخصين مدنيين وإضافة شخصيات من القائمة الروسية إلى وفد الهيئة العامة للمعارضة السورية المنبثقة من مؤتمر رياض وسط بروز عقدة تمثيل الأكراد في مؤتمر جينيف هو الاقتراح الذي سيعرضه وزير الخارجي الأمريكي جون كيري على المنسق العام للهيئة الدكتور رياض حجاب خلال لقائهما في العاصمة السعودية اليوم في المقابل فإن الأولوية بالنسبة إلى حجاب هي التزام المبادئ والأهم الاتفاق على جدول الأعمال والبدء بالتفاوض على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية واتخاذ خطوات حسن نواية ووقف الحصار ووقف القصف ورفع الحصار على المناطق المحاصرة قبل الذهاب إلى مفاوضات جينيف في الأيام المقبلة وقال أحد أعضاء الهيئة التفاوضية لا يهمنا شكل المفاوضات لكن يجب أن تهيأ الظروف والمناخات المناسبة للمفاوضات لكن الواضح أن محادثات كيري في رياض التي قد يزورها غدا المبعوث الدولي ستكون أساسية في تثبيت موعد مؤتمر جينيف وحل عهدتين تمثيل العسكر والأكراد ومعرفة الحدود التي وصلت إليها الضغوطات المتبادلة منذ لقاء كيري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الأربعاء الماضي وأعزائي المشاهدين بالعودة إلى أوريانت نت للمرة الرابعة جيش الثوار يهادن غرفة عمليات مارع للمرة الرابعة على التوالي تعقد غرفة عمليات مارع العاملة بالريف الشمالي لحلب اتفاقا مع ميليشيا جيش الثوار التابع لما يسمى قوات سوريا الديمقراطية لحل الخلاف بين الطرفين وكما هي العادة تختلف الأهداف في كل بيان للصلح بين الطرفين ما بين حقن الدماء وإبداء حسن النواية إلى وقف الاقتتال لكن كانت النتيجة دائما هي خرق جيش الثوار للاتفاق بإعاز من ميليشيا الوحدات الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية وفي جديد الاتفاق الذي تم التوصل إليه البارحة هو أن الاستشعار بالخطر المحدق في ريف حلب الشمالي المتمثل بداعش وقوات الأسد حيث تضمن نص الاتفاق وفق نسخة منه وصلت إلى أوريانت نت وقف إطلاق النار المتبادل بين الطرفين وتبادل الأسرة إلى جانب بند يسمح من خلاله دخول جيش الثوار للجبهات مع تنظيم داعش بالإضافة إلى تشكيل لجنة قضائية معتمدة من الطرفين للنظر بالقضايا العالقة وبالانتقال أعزائي المشاهدين إلى شبكة الشام الإخبارية ألاف السوريون في صحراء الأردن بانتظار الدخول يعاني ألاف اللاجئين السوريين على الحدود السورية الأردنية من ظروف إنسانية صعبة في ظل الأجواء الباردة خصوصا مع اقتراب منخفض جوي ستتعرض له البلاد بعد يومين ولم تبقي الحكومة الأردنية على أي معابر تسمح للاجئين بالعبور منها سوى معبر لرويشد في محافظة السويدة قرب الصحراء الأردنية حيث يتعرض اللاجئين الذين يحاولون الوصول إليه لظروف صعبة تتمثل بالمشي لمسافات طويلة بالإضافة لخطورة الاعتقال كون الطريق إلى المعبار يمر من مناطق يسيطر عليها نظام الأسد واللجان الشعبية ونبقى في شام عزائي مشاهدين غرقوا أربع وأربعين شخصا بينهم سبعة عشر طفلا ومثلهم من النساء في الطريق إلى أوروبا قال خفر السواحل اليوناني أنه انتشل اليوم جثثا جديدا لمهاجرين غرقوا فجرا في بحر إيجا ما يرفع عدد القتلى إلى أربع وأربعين بينهم عشرين طفلا في حصيدة لا تزال مؤقتة لحوادث الغرق الثلاثة بين السواحل التركية واليونانية وقضت ضحايا الجدد الذين عثر عليهم جراء انقلاب مركبهم قبلت جزيرة كالوليمونس الصغيرة ما أدى حتى الآن إلى وفاة أربعة وثلاثين شخصا بينهم إدعش طفل وستة عشر امرأة وتواصلت عمليات البحث في المنطقة فيما قال الناجون لستة وعشرين إن عشرات الأشخاص ما زالوا في المركب كما غرق سبعة أشخاص آخرين هم ستة أطفال وامرأة واحدة عند جنوح مركبهم قبالة سواحل راماكونيسو ولم يتحدث الناجون لثمانة وأربعين عن مفقدين وانتشل خفر السواحل التركي من جانبه جثث ثلاثة أطفال بعد حدث غرق ثالث بحسب وكالة الأنباء دوغان ونختم أعزائي المشاهدين بالعربي الجديد مبتكر كابتن ماجد هذا سبب طول الملعب وتأخر الأهداف كشف مبتكر شخصية الكابتن ماجد العديد من الأسرار التي تتخص شخصية أشهر لاعب كرة قدم ظهر في تسعينيات القرن الماضي ضمن حلقات رسوم متحركة والذي لم يندثر صدا حتى الآن رغم مرور وقت طويل منذ عرضه على شاشات التلفزيون وعن عدم وجود الكثير من ضربات الجزاء في الحلقات أكد المؤلف الياباني أنه يحب الأهداف بشكل أكثر وأن الإثارة تكون أقل في تنفيذ ركلات الترجيح ولذلك كان يكثر من الإثارة والتفاصيل في كل هجمة وأضاف ضاحكا ولكنني اكتشفت في النهاية أنه لم يكن هناك قانون تسلل في الحلقات وأكد المبتكر الياباني أن الخيال كان له دور كبير في الحلقات وكان ذلك يبرز بوضوح في شخصية الأخوان شوقي وحركتهما الأكروباتية الشهيرة لإحراز الأهداف وعن اللاعبين الحاليين الذين يشبهون شخصيات حلقات الرسوم المتحركة قال تاكاشي أن ميسي يشبه كثيرا كابتن ماجد بينما يرى في رولاندو الكثير من سمات بسام ويرى أن لاعب الوسط أن يسته يشبه ياسين زميل ماجد في الفريق بهذا المقالة عزيزي المشاهدين وبذكريات الطفولة مع الكابتن ماجد تنتهي الحلقة على أمل اللقاء دوما كنوا بخير اشتركوا في القناة